موضوع إيقاف التهريب قلنا ونعيد ونكرر أن رفع الدعم واستبداله بالدعم المادي هو أفضل حل لإيقاف التهريب لا يمكن والله إلا سفهة والله إلا رزالة وأنا أعرف أن هذه تحتاج وعي مجتمعي وتحتاج مجتمعي طالب بها لكن للأسف للأسف رأوا ينقصنا الوعية رأوا شيء يجنر رأوا التهريب يا أخواننا سبب أزمات البنزين والنافطة وسبب المليونيرية اللي كل يوم يولد مليونير هو التهريب الكارثة إن احنين ما زلنا نستوده في النافطة والبنزينة إن احنين نصدره في نفط خام ونستوده في منتجات نفطية هذه لا يقبلها عقل هذه لا يقبلها عقل أن الدولة نفطية عضو في اللوبك صار لها ستين ولا سبعين سنة تصدر في النفط ما عندهاش مصافي تغرق البحر المتوسط بمنتجات البنزين والديزل والكيروسين وغيره لكن الله غالب دولة خيرة في الواقع نتمنى أنه بكرة نشوفه ثلاثة أربع مصافي بقدرات أربعمية خمسمائة ألف برميل ونبدو بدل نبيعه في البرميل بسبعين ثمانين دولار نبدو نبيعه في البنزينة والنفطة والكيروسين والمنتجات الأخرى يبدأ عندنا المنتجات والبتروكيمويات نفطنا كلها كوريا يا رجل لا تنتج برميل نفط واحد من أكبر مصدري البولييثيلين والبوليبروبيلين لا تنتج برميل نفط واحد سنجابور لا تنتج برميل نفط واحد فها من أكبر المصافي في العالم نحنين قاعدين ننتج في النفط وللأسف الله حول ولا قوة إلا بي وفي الأخير لما نجيبه نفطة وبنزينة الليبيين بني جلدتنا يكذب عليكم حد ما يكذبش عليكم مخلوق الليبيين ويقولك أسمع من الأخيرة وكلنا الليبيين في كلنا الليبيين أنا ما جيتش نحاسب فيك لكن في مجرمين وفي ناس كويسة في صادقين وفي فاسدين وليده قلنا لكم عاول يهربوا في النفط اللي أتروا من خلاله واللي بيستخدموا في الفلوس حتى اللي يتروا بهم يستخدموا فيهم في الباطل وقفوا عليهم أرفع الدعم بس والمواطن راقد الريح ياخده في جيبة بدل الدعم ياخده في جيبة ما يبيش يشري بي بنزينة يا سيدي بيدير بياتات بيزوج بي ولده بيشري يذهب لمرتا بيمشي يغير طاقم سنونة وبندير عملية لخشمها ش دخلك في انت؟ أعطيه بدل الدعم هذا اللي قاعدين يهربوا فيه شرق وغرب وجنوب أعطيه ولا كاش ومعاش يبي خلاص وفر له بشكلية ووفر له بساط معاش يبي يطلع من حش لكن انت قاعد تنص في دم المواطن اللي بي بما يسمى بدل الدعم حطينا في الميزانيات وكله يهرب لمصر وتشاد والسودان والنيجر وتونس وغير ومالطة واليونان والبانيا وهذه الحقيقة بواخر التهريب معاش يا اخواني رو معاش لانشات رو معاش بوطيات رو معاش بنقات اللي تشوفين في رأس جدير التهريب بواخر بواخر عليه مسؤوليتي والتقارير قاعدة فضيحة تقارير دولية الجهز المخابرات عندها علم النايب العام عندها علم الحكومة عندها علم الموسط النفط عندها علم كلها بواخر لكنكم لا تحبون الناصيحين وان واحد ينضي يتكلم للاسف ينضي 10-15 تافه وتافه تقعدوا تسمعوني وتابعوا فيه ترجمة نانسي قنقر